بينما تمضي المفاوضات بين السودان وجنوب السودان بكل تعقيداتها السياسية والاقتصادية والامنية هناك من لا يمكنه الانتظار لنتائج هذه المفاوضات هؤلاء الذين فروا من جحيم القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق لجأوا الى عدة معسكرات من بينها معسكر يوسف بطل بمقاطعة اعالي النيل بجنوب السودان والذي يضم اكثر من 35 الف شخص هو واحد من عدة مخيمات اقامتها وكالات الاغاثة للصدافة الفارين من الصراع بين الجيش السوداني ومتمرد الحركة الشعبية قطع الشمال في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وتقول هذه الوكالات انهم يكافحون الان لتوفير الرعاية الصحية الكافية ومرافق الصرف الصحي في المخيمات المزدحمة ورغم ان العاملين في مجال الصحة بالمخيم يحاولون توفير خدمات الرعاية الاساسية الا انهم يبدون قلقهم ازاء الحالة الصحية المتردية لدينا معدلات عالية من الوفيات بالاضافة الى اتفاع معدلات سوء التغذية الحادة والمعتدلة وهذا يعني ان طفلا واحدا يعاني من سوء التغذية الشديد من اصل سبعة وطفلا واحد يعاني من سوء التغذية المعتدل من اصل اربعة وطبقا للامم المتحدة فقد فر اكثر من مائة وسبعين الف شخص الى جنوب السودان حيث يقيمون الان في مخيمات مؤقتة مزدحمة وفي الاشهر الاخيرة قلصت الوكالات عملياتها في جميع انحاء جنوب السودان واثارت مخاوفه بشأن الحالة الصحية للاجئين وزيادة ارقام الوافدين الى المعسكرات ويتم امداد اللاجئين بالاغذية والمواد الاساسية الاخرى ولكن تقول الوكالات انه من الصعب الوصول الى بعض المخيمات كما ان اجزاء كثيرة من جنوب السودان لا يمكن الوصول اليها عن طريق البر وخصوصا خلال موسم الامطار عماد الدين همام العربية